انا اليوم هتكلم عن اولادنا والمهارات المكتسفة من سن 2-5 سنين وهتكلم عن مهارة والمفروض انها خلق والله العظيم خلق المفروض ان ام اكتسبوه من سن 7 سنين وفي امهات اللهم مبارك بتشتغل مع اولادها من سن 5 سنين في المهارة اللي انا هقولها بس ايه؟ يعني معظم الامهات تقولك هيستوعب الكلام ده في سن 7 سنين لكن في من سن 5 سنين بيستجيب فانا عايزة كل ام عندها اطفال 2-5-7-9 او من سبعة لعشرة تيجي تحضر النهاردة عشان هنقول كلام مهم جدا قبل ما نقول المهارات بتاعت 2-5 سنين خليني اقولكوا على حاجة تكررت كتير جدا 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 من بعد سن 10 سنين وتعليم الصلاة وتقولك ابني مش حابب يصلي في جماعة او ان انا بحاول اخلي ابني يصلي صلاة جماعة وبعدين هو اصل مش بيصلي بيه انا خلي يصلي في البيت بالعافية ازاي نحبب اولادنا في صلاة الجماعة ازاي نخلي اولادنا ينزلوا المساجد مساجد للرجال يا شباب مساجد للرجال انما يعمر مساجد الله من امن بالله المؤمن رجل قلبه معلق بالمساجد اقولك حاجات كتيرة طبعا هنعملها في البداية علشان التحبيب بصوا جماعة موضوع العبادات الاصل فيه ان انا بحبب اولادي وبشجحه فيه جزء منه ترهيب لان احنا عباداتنا ما بين الخوف والرجاء لكن التحبيب في ما هو ما عند الله عز وجل من سواب وخصوصا في الصلاة مطلوب وخصوصا في حفظ الكرآن مطلوب ولازم محتمن ولابد وضروري واحفظوا الكلام ده فاحنا محتاجين ان احنا نتعامل مع اولادنا بزكاء رهيب جدا جدا في موضوع ونركزوا معايا في القصة دي نحتاجين نتعامل مع اولادنا بزكاء في موضوع الصلاة والعبادات طيب احببهم في صلاة الجماعة ازاي سن سبع سنين بقى واحنا طلعين وسن عشر سنين لان كده احنا بالسبع العشرة بنعوض على الصلاة صلي 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 هيا الى الصلاة يلا الى الصلاة لكن من بعد سن عشر سنين هو ملزم بالصلاة ولازم ان احنا نبقى واخدين بالنا واخدين بالنا كويس جدا من النقطة ديت ونحببهم فيها وهقول لكم معايا زين اولا بالتلقين يعني ان انا اقول يعني انا كذا وكذا هبص هنا شواء بص هنا شواء محدش يزعل هنا ولا حد يزعل هنا اولا بالتلقين ان انا اقعد قلق سوابات صلاة الجماعة يلا عدوا معايا يلا عدوا معايا ونقول وده سن سبعة يستوع بيستوع سن ستة يستوع بيستوع وسن عشرة يعي يعني سن عشرة ذات نفسه يعي احنا بنقول ايه اول حاجة بس عشان نبقى واضحين بصوا كده اول سواب ليك حبيب قلبي يا غالي يا سيد الرجال انت ده فعل النبي عليه الصلاة والسلام ده انت بتستني بالنبي والصحابة ده الرسوع السلام مرخص للصحابة وكان اعمى وبعد اما مش قال له اتسمع ان ده قال ايه قال له اذا فلبي تسمع ان ده تعالى لبي على طول على المسجد صلاة الجماعة بتفوق صلاة الفرد ب 27 درجة 27 درجة بتفوقها مين عايز يضيع الكلام ده صلاة الجماعة يلا بشر المشائينة في الظلم بالنور التم يوم القيامة صلاة الجماعة هتاخد يبقى نور تم يوم القيامة تاخد ثواب الاجر المشي ذات نفسه للمسجد وكل خطوة بحسنة وتحط عنك سيئة وترفعك درجة الله النور التم يوم القيام لين أنا ماشي بشر المشائي هنا في الظلم بالنور التام يوم القيام لو صليت صلاة الصبح في جماعة فأنت في زمة الله لو صليت البردين الفجر والعصر رحم الله امرئين وربنا سبحانه وتعالى بيرحم اللي بيصلى البردين وغفر الله لمن صلى البردين يعني الفجر والعصر يبقى أنت في زمة الله والملائكة بتصلى عليك آه الملائكة تصلى عليك طول ما أنت في مصلاك طب اسمعوا سادس حاجة الله عز وجل يتبشبشلك يعني يفرح بقدومك كما يتبشبش أحدكم لغائبه واحد جاي مزافر وانت فرحت انه جاي فربنا سبحانه وتعالى بيفرح بكم يتبشبشلك تخالب الله عز وجل بيفرح بقدومك يتبشبش لقدومك انتظار الصلاة بعد الصلاة ما لهاش عظم سواب أكتر من الصلاة انك تنتصر صلاة بعد الصلاة فزالكم الربط ترفع به الدرجات وتستغفر لك الملائكة طول ما أنت في مصلاك لو صليت وقعدت للشروخ خدت حجة وعمرة تم 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 مع النبي صلى الله عليه وسلم قلبك معلق بالمساجد وبتاع هذه المساجد فأنت من السبعة اللي يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل أكتر من حداشر فائدة ده في حد ذاته أحبث بي الأولاد إن أنا أقولي الأول التشجيع هتاخد إيه وإيه اللي هيعود عليك أنت كعبد وكابن وسن عشر سنين يعي الكلام ده أيواء والمفروض إنه خلاص ينزل المساجد وابتدي إن أنا أقول وابتدي إن أنا أقولي الكلام ده عمر مساجد يتبشبش لك الله سبحانه وتعالى يصلي عليك كل حجر ومضر رحت في مصلاق خلاص نزلت من البيت توضعت نزلت للصلاة المكتوبة فأنت كأنك بتلبي أصلا تاخد ثواب الملبي والحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم كل دي ثواب الجماعة ما ينفعش إنه هم يصلوا في البيت هيتكسلوا وهيجي يصلوا في الحبيبي الصلاة في البيت ده للنساء معين يا جزء الله النساء تنزل المساجد الصلاة في البيت حبيبي للنساء وخير صلاة المرأة في بيتها وخير صلاة المرأة في مخدعها كمان يعني المكان اللي هي بنقطع بتاعها جوالبيت فالمفترض إن أنا أعلم أولادي حاجة زي كده وحببهم في ده بيت تشجيع مش 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 لأ أو ما انتش عمل وشوف النورة واحدة ابدي بقول لأمي بتقول لي وشك ما تقلم وشك ما داعش أنت ما بتصليش وشك ما داعش أنت ما بتعملش ما أنا وشي أصلم وقال بقياسة تقول لهم كلامة تشجيعة ينوبك سواد ما تشجعيهم على كده ترجمة نانسي قنقر